محمد فنيش في لندن كيف تتفاعل التقارير الاستخباراتية البريطانية لديك حول استدعاء موسكو لقوات الاحتياط وإلى أين أيضا وصلت عمليات التدريب البريطانية لعدد من الجنود الأوكرانيين نعم بها تقوم وزارة الدفاع البريطانية بتدريب الدفاعات للجنود الأوكرانيين على خاصة الأسلحة التي تستعمل في الخط الأمامي في الحرب لعله بذلك يمكن الحد من تقدم القوات الروسية في أوكرانيا بحسب الرواية البريطانية والأوكرانية كذلك المراكز التدريب العسكري بها تتم في أربعة مناطق من المملكة المتحدة في الجنوب وفي الشمال الغربي وفي الشرق ومنطقتين في الشمال وبالتالي وزارة الدفاع تتحفظ عن ذكر المناطق وتحديدها لأسباب أمنية محضاء الدفعة الأولى من الجنود الأوكرانيين وصلت من منتظر أن يكون هناك عشرة ألاف جندي أوكراني لهذا التدريب إلى حدود الساعة بها المملكة المتحدة قامت بدعم بقرابة تقريبا 2.3 مليار جنيه استرليني لأوكرانيا كمساعدات عسكرية في حربها مع روسيا البريطانيون يعولون على أن أوكرانيا تملك قوة تاريخية في سلسلة أحداث مع أوكرانيا انطلاقا من الثورة الروسية متى عام 1917 حرب المجاعة التي أدت إلى مجاعة في أوكرانيا في ثلاثينيات القرن الماضي انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وبالتالي يبدو أن البريطانيين يتفاهمون أن هذه الحرب ليست حرب سريعة وإنما حرب على طول الأمد تعتمد فيها على كيفية يتم استنزاف الخصم الأوكراني نتحدث عن القوات الروسية وبالتالي يبدو أن الأوكرانيين وحلفائهم خاصة من المملكة المتحدة لا يراهنون على أسبوع وعلى شهر وإنما على حرب طويلة الأمد قد تؤدي إلى استنزاف القوات الروسية وبالتالي تتراجع القوات الروسية من النفوذ التراب الأوكراني الذي سيطرت عليه خاصة في الجنوب الأوكراني والجنوب الشرقي نتحدث عن منطقة دونباس وبالتالي هنا السؤال الأزمة السياسية بها والأزمة الاقتصادية القائمة في المملكة المتحدة هل ستغير من منهجية المملكة المتحدة وحكومة المملكة المتحدة؟ وهذا ما نبه له زيلينسكي عندما قدم استقالته بوريس جونسون قال نتمنى أن تستمر المملكة المتحدة في دعمها الخبراء بها والمراقبون يرون أن المنهجية ستظل قائمة على اعتبار أن حزب المحافظين يؤكد دعمه لأوكرانيا وبالتالي أي زعيم كان سيظل الأمر قائم كما هو بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر